الآن إلى السيدة فرح علي باي وهي مهندسة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وأيضا هي مشاركة في هذه العملية فرح ما هو دورك وكم عمرك عمري 33 سنة وأنا مهندسة في برنامج بيرسيفيرانس وأعمل على مهمة السطح عندما ننزل على السطح اليوم بعد عدة ساعات سأكون جزء من الفريق الذي يقوم بعملية دراسة العمليات يعني أنا أعرف أنه أيضا هذا الأمر قد يكون غير أنه مسألة علمية وإنجاز علمي وفضائي مهم لنا كلنا للبشرية ولكنها أيضا شخصية بنسبة لك فرح كيف هو شعورك؟ نعم أنا أشعر بالإثارة ويشرفني أن أكون جزءا من الفريق في معامل الدفع النفاث في باسدينة بدأت كمتدربة في 2012 عندما أنزلنا مسبور كريوستي وكنت سعيدة بإنجازات الفريق وبدأت في الحلم أن أكون اليوم جزء من هذا الفريق أن أكون جزءا من الفريق هذا شرف عظيم حدثيني قليلا عن التحضيرات والاستعادات والعمل الذي أعرف أيضا أنه كان عمل شاق جدا بنسبة لك أيضا أنت شخصيا المهمة بشكل عام كان يجري الإعداد لها منذ ست سنوات وبالتأكيد عملنا ساعات طويلة وكانت هناك عمليات تطوير لتكنولوجيا جديدة وكان لدينا نظام أخذ عينات معقد جدا ومنذ الإطلاق في شهر يوليو كنا منشغلين في الاختبارات كانت هناك مجسمات للمركبة على الأرض سمحت لنا بإجراء اختبارات وكنا نعد لهذه اللحظة منذ فترة طويلة ونحن الآن مستعدون ونأمل أن كل شيء يسير على ما يرام اليوم وبالتأكيد ستكون التغطية هنا في الحرة مستمرة لهذا الحدث المهم فرحة قرأت قليلا عن هذا الموضوع وصدقيني إن قلت لك أنني لم أفهم الكثير ولكن عرفت شيئين أن هناك هذه المرة الأولى سيكون فيها مايكروفون على سطح المريخ والمرة الأولى أيضا التي ستكون فيها مروحية تحلق فوق سطح المريخ هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح سيكون هناك مايكروفونين أحدهما خلال عملية النزول أو الهبوط وسنسجل صوت الهبوط وسنذيعها بعد أيام ثم هناك مايكروفون على رأس الروباط حتى نسمع جو المريخ وأيضا حركة المركبة وكما ذكرت ستكون هناك طائرة هليوكوبتر اسمها إنجينيوتي وهي مرتبطة ببطن المركبة التي تسير على السطح وسنبرهن على أول طيران على سطح المريخ نخطط للتوجه إلى كوكب آخر وهذا سيكون صعبا ولكن مثيرا أنت تعرف أنه دائما قصص الفضاء مرتبطة بالخيال هل تتوقع نسمع أصوات لا أدري أصوات لمن على سطح المريخ لأنكم تبحثون عن حياة هناك نعم نبحث عن حياة على المريخ لا نتوقع أن نجدها الآن ولكن الأصوات التي نبحث عنها آمل أن نسمع صوت الرياح صوت العجلات وهي تسير ثم هناك ليزر على المركبة عندما تصيب الصخور الليزر نأمل أن نسمع ذلك نريد أن نعرف الجو أعتقد أننا لدينا فكرة عن صوت المريخ ولكن أن نتمكن فعلا من سماع الأصوات في مارس أو في المريخ فهذا شيء سيساعدنا على أن نعرف الشعور على سطح المريخ الحماس جدا مرتفع وحتى وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل بهذه القصة أنه لسنا نحن ربما الجيل القادم أو الجيل الذي يلينا سيسافر إلى المريخ إلى أي مدى هذا الكلام وارد وكم صحيح أو ربما تستغرق الرحلة خمس سنوات للوصول إلى المريخ ووصول البني آدم أو البشر ناسا يقوى على ذلك ناسا تعد لإرسال البشر إلى المريخ والفكرة استخدام القمر كمنصة انطلاق نأمل أن تكون هناك رحلة إلى القمر ثم إلى المريخ نأمل أن يتم هذا خلال حياتنا ونحن نتطلع للنزول أولا على القمر بيرسيفيرانس تساعدنا على الاستكشاف وأن تكون هناك محطات للجو وريدار لفهم طبيعة أو التركيبة تحت السطح ثم هناك ماكسي والتي ستقوم بانتزاع الأكسجين من الجو جو المريخ معظمه ثاني أكسيد الكربون والمعدات ستستخرج الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون فرح أنا مضطر للمغادرة هل يمكن أن تقومي أنت شخصيا بهذه الرحلة باختصار شديد نعم أو لا آمل ذلك ربما في يوم ما شكرا جزيلا فرع علي باي المهندسة والمشاركة أيضا في وصول المسبار الخامس لناسا إلى سطح المريخ شكرا سيدتي شكرا شكرا